بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة النساء الدرس الحادي والأربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تهابنا الكلام على قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين وفئتين منصوب على الحال لأن الصحابة اختلفوا في شأنهم هل يقاتلون كما يقاتل الكفار أو أنهم يوكلون إلى ظواهرهم وتترك سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا قال للمسلمين لا تشتغلوا بشأن المنافقين أتركوهم لأن الله أركسهم فهم والحمد لله مخذولون ولا خطر منهم على المسلمين وإنما يخدعون أنفسهم خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون أما داموا كفوا عن قتال المسلمين وأظهروا الإسلام فإن المسلمين يعاملونهم بحسب ظاهرهم هذا من ناحية الناحية الثانية أن في تراجعهم عن الجهاد أو عدم هجرتهم على القولين كما سبق أنها لمن مصلحة المسلمين لأنهم لو كانوا بين المسلمين أو في جيش المسلمين لأفسدوا لأنهم يحرشون وينمون ويشون يحملون الوشاية بين الناس فالله جل وعلا كفى المسلمين شرهم وخذ لهم وأراحى المسلمين من شرهم وقد قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل قلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ثم قال جل وعلا أتريدون أن تهدوا من أضل الله أتريدون في جهادكم لهم وقتالكم لهم أن تهدوا من أضل الله فهؤلاء لا يفيد فيهم القتال ولا الجهاد لأن قلوبهم فاسدة فهم لم يتركوا الإسلام عن جهل وعن خفاء حتى يفيد فيهم تفيد فيهم الدعوة والجهاد وإنما تركوه عن علم وعن معرفة فأزاغ الله قلوبهم وإذا زاغت القلوب فلا فائدة فيها ولهذا قال سبحانه لنبيه إنك لا تهدي من أحبفت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين فهذا فيه أنه لا مطمع في هداية المنافقين أتريدون أن تهدوا من أضل الله وإضلال الله لهم بسببهم هم هم الذين لم يقبلوا الحق وهم الذين تظاهروا بقبوله وأخفوا رده في قلوبهم هذا هو الضلال وهذا الضلال لا علاج له لأنهم ليس عندهم خفاء في الأمر وإنما عندهم زيغ في قلوبهم ومرض في قلوبهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ولهذا قال جل وعلا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا فهذا هذه الجملة مؤكدة لما قبل أتريدون أن تهدوا من أضل الله فلا أحد يستطيع أن يهدي من أضل الله وإنما الداعية يستطيع أن يبين إن عليك إلا البلاغ إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب فالداعية يبين يملك البيان أما الهداية فهي ملك الله وهو أعلم بمن يصلح لها ولهذا قال وهو أعلم بالمهتدين ومن يضلل الله بسبب بسبب رفضه الحق وعدم قبوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون هذه سنة الله جل وعلا أن من تبين له الحق فلم يقبله وآثر هواه ورغبته فإن الله يعاقبه بفساد قلبه فلا يقبل الحق بعد ذلك ومن هذا الصنف هؤلاء المنافقون ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا لهدايته لأن الطريق مغلق حيث إنه لا يريد الحق ومن لا يريد الحق فإنك لن تستطيع إجباره عليه لا يكراه في الدين تبين الرشد من الغي فالذي لا يريد الحق ويعرض عنه رغبة عنه هذا لا فائدة فيه في معالجته إنما الذي عنده جهل بالحق وترك الحق جهلا وهو يريده لو عرفه هذا هو الذي يطمع في هدايته فهذه الآية الكريمة فيها بيان نفسية المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر وأنه لا فائدة في في علاجهم ولكن الله جل وعلا قال يا أيها النبي يجاهد الكفار والمنافقين وجهاد الكفار يكون بالسيف والسلاح وجهاد المنافقين بالحجة واللسان وليس الغرض من جهادهم بالحجة واللسان اكسابهم الهداية في قلوبهم وإنما المراد قامت الحجة عليهم والرد على شبهاتهم لأنهم يلقون شبهات قد يتأثر بها الجهال ومن يميل إليهم ولهذا قال وفيكم سماعون لهم من المسلمين من يستمع لقول المنافقين وينخدع به فجهادهم باللسان لأجر رد شبهاتهم لا طمعا في هدايتهم فهذا هو الذي ينبغي أن يعلم أنه ليس معنى ومن يضلل الله ولن تجد له سبيل أنها تترك شبهاتهم وأقوالهم الباطلة بدون أن يرد عليها ويبين أمرها لألا ينخدع بها غيرهم وأما هم فلا مطمع في هدايتهم فهذا هو جهادهم جهاد المنافقين هذا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا